خليني يعني أنعي بكل احترام بهذا الرجل لأنه أنا الحقيقة يعني تعاملت معه شخصيا لفترات كبيرة جدا الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق وفاته المنية مبارح الحقيقة خالص العزاء لي والأسرته وهذا الرجل المحترم الحقيقة من ضمن الناس اللي ثابت المنصب لكن شخصيته موجودة احترامه موجود ثقلي موجود علمه موجود خبرته موجودة بصمته موجودة فلهم إنا كل التكذير احترام ربنا ارحمه رحمة الواسعة وبننعيه وبننعي كل أحبائي وكل تلاميذه لأنه أستاذ جامعة في الأساس وأسرته وبننعيه جميعا وكل الحقيقة كتير جدا نتكلم عنه في أزال إطار فربنا ارحمه رحمة الواسعة